بارح نادي الأهلي تعادل مع الرجاء ولكن كان تعادل بطعم الفوز لأنه طبعا في مباراة الزهاب فوزنا اثنين واحد لكن نادي الأهلي كده صعد لدور نص النهائي لدوري أبطال أفريقيا وبيضرب معاد جديد مع فريق وفاق سطيف الجزائري اللي فاز على الترجي التونسي الأهلي دخل فيه جون في أول خمس دقايق ضيع ضربة جزاء لعيبة تدركت هذا الأمر وسجله هدف تعادل عن طريق المدافع الصخرة الصخرة الجديدة لنادي الأهلي محمد عبد المنم خلونا نحلل المباراة مع سامح سمير الناقد أرياضي يا سامح صباح الخير عليك صباح الخير يا محمد وصباح خاليك يا وزهدير يا أهلا بيك وليسانا وأنت طيب وأنت طيبين يا رب سامح دايما أن القادر يظيم بيكون عندهم رؤية المباراة قبل المباراة ما تبتدي هل جات المباراة صارت زي ما كنت متوقع لها؟ لا خالص طبعا المباراة جات على عكس المتوقع تماما يمكن كنا متوقعين في البداية أن يكون فيه إثارة للجدل تحكميا عن طريق طبعا نضايدة حكم سنغالي وناس كلها عارفة التاريخ المصر السنغالي دلوقتي بقى فيه أزمة بعد مباراة مصر والسنغال التاريخية اللي كلنا منتظرين طبعا هل هيتم معادة المباراة أو لا دي مش قصتنا وأنا بقول لكم ما فيش أعدل المباراة نهائيا تماما باستثناء بعض تنفيذ العقوبات على التحاد السنغالي أو المنتخب السنغالي عشان بس نبقى واضحين قدام الناس وبلاش يعني نضحك عليهم أو نديهم أمال مش هتحصل المفاجأة بقى الأكتر اللي حضراتك تكلمت عليها هل توقعت وصير المباراة بهذا الشكل فأنا كنت شايفة مبارح أن أول مفاجأة في المباراة كان المسيماني طبعا المسيماني نفسه لم يأتي للمباراة لم يحضر للمباراة لم يدير المباراة لا من قريب ولا من بعيد طب بس أعد التشكيل أنه من الأول نزل من غير قفشة وعبدالقادر وشفت الزي ده بصوريك على حاجة أخطاء أو خطايا أنا بسميها خطايا مسيماني ده حقيقة أنا كنت ناوي على دم نبارح بعد المباراة أننا نطع نهاردة أتكلم في خطايا مسيماني التي لا تختفر تماما في مباراة الأمس مبارح تصعبت عليك المباراة جدا مبارح أنت اديت للرجاء مش أكبر من حجمه ده أنت مبارح كنت عايز تخرج من البطولة بفعل فاعل أو بفعلك أنت أنك أنت تخرج من البطولة المسيماني المفروض أنه هو بيوجد التعامل مع المباراة الكبيرة المفترض أنه هو عارف قيمة ندل أهل كويس وعارف الخصم بتاعه كويس جدا لكن مبارح وجهة نظر المتوضع أنه ما أراش المباراة بشكل كويس منذ البداية يعني أنت متفق معاك أن شريف وأفشة بعيدين تماما عن مستوائهم ويمكن أنت أنا كنت واقف مع كارلوس كيروش قبل كده في استبعاده لأفشة وشريف لأنه هما مجوش بعد دور أبطال أفريقيا الأخير وكلم على شريف على وجه التحديد في المؤتمر الصحفي بعد المساة كنت أتكلم كمان عن قبل وقال له بيضيع اللمسات الأخيرة بيضيع وزعق له مباراة كان رايح في شبه انفراد وكان ممكن يخلص مع عبدالقادر لكن شريف طلعها في السماء وده مشكلة شريف أنه لم يعد مكينة الأهداف التي لا تهدأ شريف عنده مشكلة في اللمسة الأخيرة وعنده مشكلة على مستوى الحديد وبقال له فترة على فكرة وبقال له فترة طويلة محمد شريف ما رجعش بعد دور أبطال أفريقيا أو الصبر الأفريقي الأخير تحديدا شريف ما رجعش تماما مع الناد الأهلي من البطولة بعد مباراة كايزر تشيفز فشريف وأفشة أيضا أفشة ولاب كبير ولعب مخاضرة مكويس ولكن بقاله فترة بعيدة على المستوى تماما يعني أنا هجمت أفشة كتير رغم أنه هو رمانة ميزان في الناد الأهلي ومفترض أن جماهير الناد الأهلي حط عليه أمال كبيرة جدا أنه حتى يبقى داعم لمنتخب مصر ولكن أفشة عليه علامات استفاهم كثيرة جدا وكبيرة جدا في أنه بعيدة المستوى تماما فأنا متطفق مع المسلماني أنه هو ابتعد عن أفشة وعن شريف ولكن إما كنت تعتمد على بيرسي تاو كراس حربة ده كان إكس علامة خطأ كبيرة جدا بيلعب رجل الشمال ما شفت شراس حربة رجل الشمال بصراحة يعني آه فيه بس ما شفتش بهذا الشكل وبرسي تاو بيوجد اللعب على الأطراف كجناح طائر أيمن ولكن ليس كراس حربة ولو هتلعب بي كراس حربة نلاقي حسين الشحات على اللي مين يلعب في مكانه ولكن حسين الشحات ينزل الشمال ويستغنى عن أحمد عبدالقادر تماما طب إيه فلسفته في تغيير أماكن اللعبة يعني كل واحد عارف وبيلعب فين عارف مركزه إيه إيه فلسفة موسيماني في ده بص هو موسيماني يعشق الفلسفة موسيماني عنيد بطبعه عنده كبرياء غير طبيعي بيحب ينفس بعض يعني بينفس فلسفته في بعض المباريات بشكل مثير للجدل مانوش أي منطق يعني أنا مبارح لما أجي ألعب بيه بيرسي تاو راس حربة ومنزلتش أحمد عبدالقادر ولعب بحسين الشحات شمال ولعب يمين بطاهر محمد طاهر طب حسين الشحات قدم مباراة هيلة جدا مبارح بيرسي تاو كان من خارج منطقة الخدمة خالص وقضع هدف كان يريح الدنيا والحكاية والرواية والحدوتة وتخلص وترجع منتصر 2 واحد من المغرب لكن لا أنت بيرسي تاو بينفرد بالمرمى ويرقص حارس المرمى ويدينهم القرى في الآخر في رجليهم كان طبعا شيء غريب جدا بيرسي تاو على مستوى التحركات ما كانش راس حربة بالمرة ما كانش قوي بالمرة ما كانش شارس بالمرة فكان لازم أسحابه سريعا والجأ لمحمد شريف لماذا كل هذا العند مع حسام حسن وصلاح محسن ينزلوا هوريسي رجع من إصابة ورجع من جراحة مور ترجل يعني عنيد عند غير طبيعي يعني إمبارح كلنا بنعشق النادي الأهلي كلنا خلف النادي الأهلي كجماهير مصر لا يوجد شيء يسمى أهلي وزمالك هنا وأنا رأي حرفة عالم مصر دورة وطال إفريقيا أهلي زمالك إمبارحة قاعدين عن بقاهي بشجاعة النادي الأهلي كلنا فالنهار ده ما نتكلمش ألوان فحنا مش بننتقد موسماني كأهلاوي أو كمدير فندي الأهلي لا ننتقد فكر كان من الممكن يكلف فريق مصري في دور ربع النهائي قبل نص النهائي دورة أبطال إفريقيا فإمبارح حشان يمارس هذا العند ويظل بيرسي تاو كراس حربة ويعسن الشحات لما يجي حتى يعمل تغيير يسحب أفضل لاعب تقريبا كان حسن الشحات مارك على مستوى التحرقات وينزل أي من أشرف ده التغييرة دي مش خلتنا يعني 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 كفيله غير غير تمات غير طبيعية تماما على مستوى المالح أنه هو ينزل أي من أشرف اللاعب اللي أنا قلت تحديدا بعد ما رجع من كأس الأمة الأفريقية وكأس عامل الأندية أنه يحتاج لتأهيل نفسي غير طبيعي اضطرت في مباراة المغرب وجاب رقل الجزاء علنية وخطأ نفس الخطأ في كأس عامل الأندية متهور وكان لابد هو لاعب متهور جدا أي من أشرف رغم أنه مجهوده عالي جدا والمفترض أنه هو خلاص بقى عنده خبرات ومخدرم في النادي الأهلي ولكن أخطاءه قاتلة فأنت عايز تعزز خط الوسط الدفاعي وتعزز الدفاع على حساب حسين الشحاية اللي هو أحد الأوراق الربحة اللي تحاول تسحب بها الفرقة شوية أنت سلمتهم نفسك بشروط تاني يعني سلمتهم بشروط تاني كله من بابه ستة يعني بالزبط واحد وثلاثين دقيقة مسلمهم الشوط التاني كله ليهم أنت تعادلت بشخصية الأهلي تعادلت بمجهود فردي من محمد أبد المنعم تعادلت بكرة حظ التوفيق كالربرا سبحانه وتعالى كاتب لك أنك تحرز التعادل ولكن الرجاء كان ضاغط عليك أنا يحرز فيك الهدف الثاني وعضعت رقل الجزاء في السيناريو رايح للأسوأ أنت رايح للسيناريو الأسوأ في تاريخ دورة أبطال الأفريق أنك أنت تهزم واتضيع رقل الجزاء والرجاء بيهاجم فأنت علشان تنزل للشوط التاني تقرأ تكمل قرية المباراة غلط وتستمر في السياسة لأنك أنت السياسة الدفاعية وانت عارف أن الرجاء يهاجم بكل قوته فأنا بدافع وشيل الكروت الربحة لتقدر تمسك كرة وما نزلش عبدالقادر يمسك كرة ويراوخ ويلعب ويسحب الفرقة ويقف على الكرة ونزل أي من أشرف المتهور وشيل حسين الشحات أفضل لعب في المباراة أو من أفضل لعبين في المباراة فطبعا لغرات مدغر طبيعية أنا مسلماني لكن في النهاية هو يقول اللي أنا فكرت فيه حصل هو قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة قال إيه قال إحنا مش هنوصل أصلا لضربات جزاء وإن شاء الله هنحسم هذه المباراة وبالفعل تم حاسم هذه المباراة شنوي قال إحنا مش خايفين من الضغط الجماهيري لا يمثل أنا أي شيء نادي الأهل نادي كبير وبيلعب ومتعود على الضغط وبيلعب مباراة زي دي بقلنا فترة كبيرة ومتعودين إحنا بينفوز كمان في المباراة اللي زي دي وبنتقلق فيها وقد حصل وكمان كان أشاد بالاستقبال زي ما كنا منتكلم فيه للبداية وكان فيه ضغط جماهيري طبيعي أن يكون فيه ضغط جماهيري لكن في النهاية برضو عايزين نتكلم عن نقطة مهمة جدا ولفتة غاية في الأهمية من جماهير الرجاء لم يوقف دي أربعة وسبعين يحيوا ذكرى شوهدان برافو عليك برافو عليك محمد خديني أقول لك أن مباراة أنا أول ما شفتها يعني اندهشت اندهشت وبصراحة وقفت احترامة للجمهور جمهور الرجاء جمهور المغرب أنه جي على حوالي دي أربعة وسبعين وشوية الناس فاكرة أنه هم هيعملوا شغب يعني أنا حتى بتفرق مع زميلي وبشوف يعني بشوف ردود الأفعال الكل حسني فيه حاجة بقى تحصل وهيعملوا لا يا جماعة دي أربعة وسبعين بحاجة تحترم جدا بصراحة لازم نرفع فيها القبعة وبرافو عليك بحقيقة بصراحة يا محمد نا دا حقوم يعني إحنا بنتكلم يعني كنت عايز أتكلم فيها وسقطت بسبب خطايا مسلماني وأحداث المباراة لكن فعلا الجمهور المغربي الشقيق مبارح وقف وقفة محترمة جدا ورغم القلة اللي زر في المباراة ولقنا اللي زر على الشرناوي واللعيبة لكن وقفت الجمهور كلها إجلالا للديار باوسبين لضحايا برسعيد طبعا وضحايا الناد الأهلي فجمهور الناد الأهلي فدي كانت حاجة متحترم جدا ولازم نقول لها شابوه في إعلام المصري كمان بكل تأكيد طيب نروح لعلي معلول وعلي معلول رجع من الإصابة مبارح ضيع ضربة جزاء وعواء صنع هدف لمحمد عبد المنعيم كمان شفت إزاي أداء مبارح السر اللي تدي لك الفوز ونتقاد متطمن على ما له لعب كبير جدا لعب مخضرا جدا من أفضل الجناحات الطائرة الشمال في أفريقيا مش على مستوى الدورة من مصري أو على مستوى الناد الأهلي فلعب كبير جدا حتى على مستوى المنتخب التونسي فهذا اللاعب تعرض للإصابة كان فيه تخوف أن هو ما يلعبش المباراة لكن نزل بإصرار منه قبل ما يكون من المسماني أو حتى طبيب الفريق إلى طم المسماني ونزل وأصبح جاهز للمباراة وطبعا أنتم عارفين من غير ما أقول لكم أن لاعبي الناد الأهلي تحديدا لو جاهز 70% بينزل هو بعايز ينزل وعايز يخدم الناد الأهلي لكن لما بيبقى ضد مصطحته فالمدير الفني بيمنعه أو الجهاز الطبي علي معلول إمبارح أحد الكروت الربحة علي معلول أنا مقدرش أهاجم علي معلول أو أشكغ في قدراته لأنه بالفعل أحد مش الجنود المجهولة أحد الجنود العلنية اللي بتعرف أن هي تجيب لك وتخلص لك المباراة رقلة الجزاء مبارح أحرف لقيب العالم بتضيع رقلات الجزاء ولو حنتكلم عن المستوانة احنا شوفنا طبعا مبارات مصر والسنغال محمد صلاح في الهواء مش حتى بين الثلاث خشبات في الهواء فوارد جدا وحارس متقلق وكمل عليها علي معلول لكن رباب الله صحيحة تعالى ما أقردش أنه يحرز الهدف وكان هو الأسست في هدف محمد عبد المنعم الرقلة الركنية وقدر أن هو يلعب رقلة ولا أروع لأن رجليه ما شاء الله يعنيه ملفوفة حرير حالي معلول لازم نقول ده فعلا بنا يحميه حقيقي أحد كروت النادل أهلي الرابحة ولن ننتقده أبدا عن المستوى الشخصي لأنه لاعب في قمة التقلق وفي قمة تركيزه مع النادل أهلي كمان لكن يظل هو أفضل حد يشهد ضربات جزاء في النادل أهلي ده سؤال يعني إحنا ضيعنا في الزهاب ضرب الجزاء وضيعنا برضو في الموارات الأيئة ضرب الجزاء طيب مين يشهد ضربات جزاء في النادل أهلي بص لعيب النادل أهلي يعني مش عايز أقولنا ما فيه حد فيه حد ما بيعرفش يشهد لا كلهم بيعرفوا يشهده والشناوي حارس مرمى هايله لكن في النهاية يبقى التوفيق وعدم التوفيق عليهم معلول أن المرح حتى رقل الجزاء لا يولام عليه ركنها صح العيبها صح داخل الكرة صح ولكن تقلق الحارس عدم توفيق من ربنا سبحانه وتعالى وحاول أنه يدخل تاني على الكرة عمل اللي عليه خلاص هو في النهاية ضربة حز بيسموها رقلة المعاناة الترجحية لأنها فيه عامل نفسي كبير جدا وعمل ذهني كبير جدا أنك تدخل تسدد رقل الجزاء في مباراة جماهيرية بهذا الشكل ضغط جماهيري غير طبيعي زي ما حضرتك تفضلت وقلت الشناوي قال للصحفي المغربي قال له أنت متعصب ليه دي مجرد مباراة كرة قدر فيها 22 لاعب 11 ضد 11 ولو حصل وحد نزل الملعب ده يبقى شيء محرج للمغرب أمنيا كمان يعني عيب يعني ما تحصلش وإحنا مبسطين جدا بحفاوة الاستقبال في المغرب وهنا الاستقبال أكثر من رائع ذكاء لأنه هو بيقول له عيب أنك تتكلم كده على أن تعمل عصبية وفتنة قبل المباراة وأنك عايز تخوفنا بالجمهور أنت كده ممكن تطلع صمعة مش حلوة على الجمهور اللي جاي والجمهور بصراحة رغم الليزر ورغم هذا الكلام ولكن فضل واقف جنب لعبته حتى النهاية كرم النادي الأهلي واستقبله وأحسن استقبال جي في الديار 74 زي ما حداك تفضلت رغم أنه شكيت وبيتعايز تأكد لكنه ليس حال الديار 74 بالتأكيد لأنه هو هيجننه وبدأ يرمو أزائز على لعبت الرجاء وهم يسددوا رجالات الوقنية في آخر ديئتين رغم أن الرجاء عمل مباراة تاريخية مبارح لأنه قدر يقف قدام بطل القرن وأمام حامل اللقب بهذا الشكل وعلى ملعبه وسط جمهوره مباراة صعبة جدا فلازم برضو نقول تحية الجمهور المغربية على العمل مبارح مع الأهلي الأهلي بقى جاهز لمباراة وفاق استفل جزائري إلى أي مدى شايف أن الوضع يطمن جمعات الناس اتكلمت معي كتير وأدوري رأيك هل الأهلي حيوصل وطم حيوصل ولكن تاني لأن سانداونز معدي السنة دي ويوجهت نظري المتوضع أن النهائي ما بين الأهلي وسانداونز وأنا بقولها والنهار ده سانداونز يلعب وأنا بقولها لكم والأهلي هياخد البطولة من سانداونز أكتر مدير فني حكيم هو مدير فني فريق سانداونز قال بلاش تنخدعوا بأنك كسبتوا الأهلي رايح جاي الأهلي بيلعب أكتر من ستين مباراة في الموسم وده ما بيحصلش في أي نادي في العالم صعب جدا أنك أنت تشوف هذا الأمر فبالاش تنخدعوا بالنتيجتين سواء في الذهاب أو في العودة فأنا متوقع إن شاء الله شخصية الأهلي بتحسم كويس وأنا بقولها شخصية الأهلي ناس بتتكلم وعارفها همبالح الأهلي كسب بشخصيته كسب بتاريخه ما كسبش بإدارة موسماني المباراة كسب ببعض اللاعبين كسب بإدارة اللاعبين كسب بمحمد الشناوي كسب بمحمد عبد المنعم عشان بس نبقى منطقيين قال إن بارح ما كانش متواجد في الرجاء بفعل فاعل ما كانش فيه خطة إدارة موسماني المباراة طوال المباراة اتهاد من اللاعب موسماني فقفت ديئة 75 يعني يطلع موسماني يكذب ما مثلا ما شه يحصل هو ما بسمعناش هو ما بسمعناش الإعلام مصري بمناسبة خالص موسماني يشوف المباراة اخر ربع ساعة انت درت المباراة اخر ربع ساعة كنت هتجيب هدفين في الرجاء لما نزلت عبدالقادر ومع شريف حتى لو شريف خارج منطق الخدمة بس انت عملت ضغطة على الرجاء خلته يخاف منك خاف منك قدرت تثبته تثبت الثلاثي الدفاع عبدالقادر يبالح بقى بيصول ويجول وقف على الكورة عملت اللي انت عايزه طب انت كنت فين من بداية الشرط التاني وانت عارف ان الرجاء مش هيسيبك لانه عايز هدف عشان يتعادل معاقل أقل ويصل للغاية الجزاء بالفعل كانوا هيجيبه هدف في وقت قاتل يعني الشلناوي هو اللي شالك بالضبط الشلناوي يعني انقض الاهل مبارح من الخروج من دورة ابطال الأفراق عشان بس أولى هو ومحمد الدمنعم وبعض اللاعبين وحسين الشحات حتى عبدالقادل لما نزلت شوية على مستوى آخر ربع ساعة في بعض اللاعبين قدروا ان هما يسحبوا فرقة الرجاء ويوصلونا لكن مسيماني مبارح أخطأ تماما هو في النهاية المسيمانية بتعامل بالأرقام أنا لم أهزم في مباريات مهدينة برده مهم ما هو نفسه شايف كده يعني أنا شايف وحق أن يشوف لأن للأسف التاريخ بيعترف بلغة الأرقام فقط مش هيقول إن مبارح مسيماني أقدر المبارح غلط لا هيقول المسيماني فاز مبارح بمجموع اللقائين فلازم في النهاية رغم أنك بتنتقده تقوله مبروك أنك كسبت أنت أهلتني لنصف النهاية أمام فاق الصيف لكن إحنا لازم ما ننتقده ونتكلم هو ما بيسمعش حد هو بيسمعش شغل نفسه وده حقه هو المدير الفني إحنا ما ندخلش في عمله ولكن إحنا عينين بنشوف بيها فنقدر نتكلم مباراة وفاق الصيف رح أتكلمتي عنها وفاق الصيف بيقدم موسم استثنائي هذا العام وقدر أنه يقصي التراجي إنبارح في مفاجأة لكونا نكون متوقعين تراجي تونسي هينهج في لحم وفاق الصيف لأنه كان تراجي تونسي قوي جدا وعملاق تونسي كبير جدا إنبارح وفاق الصيف أطاعه بالتراجي فمباراة صعبة جدا لأنك بتقابل فريق طموح كبير له باع في أفريقيا ومش هيفرط في نص النهائي صحيح وإنت عندك نفس الأزمة أنك بتلعب لقاء الذهاب زي مبارح تلاقيت في القاهرة للأسف الذهاب وبتروح لعودة شمال أفريقيا العودة كلها عندك شمال أفريقيا وإنه يجب على موسمان إنه هو يتعامل مع هذه المباراة إنه يحسمها في مباراة لأنه بالتأكيد أفنا بحضرتك